مدعبة الكرة لليوم الثاني مما يعطي انطباع بالارتياح على صحة اللاعب الذي نتمنى عودته والاندماج داخل المشموعة جميعاً ولمزيد من التفاصيل معنا على المباشر من كرون مونتانا كريم أيد عثمان كريم مسأل خير مسأل خير فريدا كريم ما هو تقييمك للأسبوع الأول من تربس الخضر تحضيرا للمونديال خاصة والخضر على مشارف مقابلتين وديتين قبل موعد جوهانيسبورغ التربس فريدا مر عبر عدة مراحل وكل مرحلة لديها الخصوصية في البداية كان طبيعي جدا أنه لعبين بحاجة إلى التأقل مع ارتفاع 1500 متر بعد ذلك بطبيعة الحال دخلوا مرحلة معالجة المصابين ثم الدخول في التدريبات الجدية خاصة بعد اكتمال التعدد الآن الكل يتدرب باحترافية كبيرة وكبيرة جدا لكن الجديد والمعلومة التي تحصلنا عليها منذ لحظات قليلة وتؤكد احترافية هذا المنتخب هو أنه السيد بلعيد لقارن الذي يعتبر عضو في اللجنة الفيفا الخاصة بالتحكيم تنقل إلى هنا وصل منذ ساعات قليلة إلى هذا الفندق من أجل تقديم دروس خاصة للعبين في هذه التعليمات الأخيرة الخاصة بالحكام حتى يتعاملوا بالكيفية اللازمة مع الحكام في المنديل وهي سابقة أولى من نواعة في تاريخ المنتخب الجزائر لن أتحدث كثيرا فريدا لأنه بجانبي واحد من ركائز المنتخب الجزائر رفيق صيفي وأعتقد بأنه هو الذي بإمكانه أن يقيم هذه الفترة التحضيري أحسن مني ليس كذاك رفيق السلام عليكم نورمال مو ديجا قلت قلت ما فيه الكفاية على كل حال تربوس عدنا أسمائنا هنا عدنا أسبوع احنا في الفندق هنا تربوس بدينها كما يقول لك دي تاست ميديكو تاست فيزيك باش نشوفوا سرتين جوالهم عملي حقين نيفو فيزيك تاحهم وراهو نيفو تسنتي وراهو والحمد لله كما يقول لك هناك ينقل ثلاثة والأربع مجموعات يتدربوا بانتظام كل مجموعة عندها بروغرام كما يقولوا سبيسيال وراهو في تطور على كل حال كما اليوم كانت تنين ولا أنا ورافق حليش نورمال مو بإذن الله ودوا إن شاء الله ندخلوا في المجموعة وندربوا نورمال مو كما العادة وكان دوتر جوار بارك يلاحقونا يومين ولا ثلاثة يام بعد يزيدوا يلاحقوه وتبدأ غير بالعقل بالعقل باش نلاحقوه هي المهم المهم في هذا التربوس كل لاعبين يكونوا بريزون بإذن الله إن شاء الله طبعا فريدة معلومة أخرى تأتيني إذن من رفيق هي معلومة صارة رفيق حليش ورفيق صيفي سيندمجة رسميا غدا إن شاء الله مع المجموعة بالنسبة لمغني الآن بدأت النسبة ترتفع وإن شاء الله بنسبة كبيرة وكبيرة جدا سيكون حاضر معنا في المونديال كريم أيت عثمان كنت معنا على المباشر من كرامونتان شكرا جزيلا لك